طب المجموعة بقى بتاعتنا نفسها يعني تقييمك لها ايه سانداونز والهلال والمريخ يعني هي طبعا مجموعة قوية فيه دايما منافسة لو حنتكلم على قنديت السودان للهلال والمريخ طبعا فيه دربيات بتبقى بين مصر والسودان من خلال طبعا الاهلي والهلال او الاهلي والمريخ بيبقى فيه طبعا جمهور ولو ان طبعا الهلال اتحرب من جمهوره هي مش قصة تتحرم برضو ده عمل جدل كبير اوي كابتن حشيش وقدموا شكوى ورفضوا القرار وقال لك ده ظلم وحنا وقالوا حنلغي المطشة لا كان عمل جدل الهلال السوداني عمل جدل كبير جدا وهل اصلا ده مشروع ولا لا لان في الاول وفي الاخر الاسباب اللي اتقالت ان انت بتعمل كده حماية للعيبة هو مش يعني مش عندا او نياكا في الهلال السوداني هو طبعا اي حد في الدنيا اي فرقة في الدنيا بتبقى دايما بتتدفى بجمهورها ويتحتاج الجمهور ان هو يساند ويقازل وخصوصا ان هو طبعا الهلال بلاعب نادي الاهلي وما ادركتا من نادي الاهلي يعني سواء في مصر او برا مصر فهم كانوا محتاجين الحتة دي ان يبقى فيه جمهور ولا شك الجمهور يا جماعة بيفرق يعني لو شوفنا بطولة افريقيا لما قابلنا برضو الهلال وكان الجمهور السوداني عمل طبعا كان له تأثير طبعا على الفرقة بتاعته انما دي قرارات وبرضو ما بتبقاش الحجة الاساسية لأي فرقة يعني لو هنتكلم طبعا على جمهور النادي الاهلي احنا اتمنى جمهور النادي الاهلي ان يكون مع جمهور النادي الاهلي في اي حتة سواء في القاهرة او اي حتة برا وجمهور النادي الاهلي الحقيقة فعلا بيساند في كل عنحاء العالم مش مثلا مش في القاهرة بس يعني المجموعة لو هنرجع للمجموعة بتاعتنا تاني طبعا الهلال والمريخ عندها برضو عندها خبرات في البطولة الافريقية بتسعى انها تشارك الى ابعد مدى في البطولات سانداونز طبعا المنافس التقليدي اللي هو ربنا حتطهننا كده على طول معنا في كل بطولة بس مع مستماني الدنيا افضل كثير يعني يمكن هو اصعب المجموعة بس هو الناس متطمنة اكتر عايز اقول الحركة الردود الافعال الناس متطمنة اكتر من كانت متطمنة عن الهلال هو طبعا على اساس ان المسلماني طبعا ضرب الفرقة دي فترة كبيرة جدا واحنا قابلناهم ومعنا مسلماني قبل كده وعملنا نتائج طبعا كويسة ويمكن دلوقتي بقت ايه يعني بقت نحية تفاولية اكتر من سان داونز معنا يعني جزء من خصوصية اي لقاء بيجمعنا بسان داونز طبعا بس برضو ما ننكرش كابتل حشيش ان العيبت النادي الاهلي دخلين على هذا المعترك الافريقي وهم برضو مش في كامل لياقتهم لا البدنية ولا الزهنية جايين مفرهدين بالفعل يعي دخليني نفسه واحدك بقى ادرى مني بالخلفيات بقى والاجهات ومفرهدين يعني ايو صح هم مفرهدين على طوط او والله الاجهات دا ممكن يعني يؤثر بالسلم بشكل كبير على اداء اللعيبة في المتشوق وهو بصك كريم احنا بقلنا يعني اكتر من ايه سنتين تلاتة زيما انت بتقول مفرهدين واجهات اجهات جامد يعني فلازم النادي الاهلي او فرقة النادي الاهلي اللعبت النادي الاهلي والجهازي بو عاملين حسابهم ان خلاص دي بقت ايه يعني حاجة ملازمة للنادي الاهلي ولازم يبقى في حلول للموضوع ده واعتقد ان في حلول نتيجة للتغييرات والتبديل والتوفيق اه 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 وبيحاول يعمل في الراحة بابل دول السماني ادها الفريق او حيديها الفريق قبل ساند داونس برضو هتفرق لازم لازم احنا بقى ما نتكلمش على الحتة دي بالنادي الاهلي نتكلم برضو على الاتحاد الكورة انه المفروض بقى يراعي اكتر موضوع التلاحق المباريات يعني اللي في ادينا نعمله للاندية المشاركة في البطولات الافريقية هو ده الاهم احنا في ادينا نعمل لان الدوري العام في ادينا مش فيه حد تاني فانا لما شفت استعرضت الجدول بتاع المباريات خلال فترة اللي فاتت دي الاهلي ماتشات ماتشات وبعدين ده فيه ماتشة هيلعبه في الدوري وبعدين تاني يوم يسافر يلعب تالت يوم في جنوب افريقيا مع المشوار الكبير طبعا ده استحالة لازم اكيد اكيد يعني لجنة المسابقات اكيد هتغير الموعد دي هتأجل او حاجة لو يعني لازم عشان نساعد برضو الاندية المشاركة في البطولات الاربع اندية انهم برضو يبقى عندهم فرصة وقسط من الراحة يقدر يجابه الموضوع ده لان اي بطولة بتيجي من اي فريق في الاربعة دي بطولة مصرية مش بطولة تخص النادي انما موضوع الاجهاد ده بقى يعني ده لازم احنا نقول ان ده خلاص يستمر لان انت عندك لعيبة في النادي الاهلي قوام المنتخب القومي طبعا احنا هنعمل اي بقى في الفترات اللي جاية بتاع المباراتين بتوع السنغال هتبقى برضو زحمة جامدة واللعيبة مجادة ومش قادرة يعاني اقصى واحد ممكن يخد ليومين راحة بس وده لا يكفي بعد العناء الكبير اللي حصل خلال الفترة الفاتت وكاس عالم للاندية ومن قبلها الامم الافريقية وكاس العرب وده قدر النادي الاهلي ان يبقى قوامه بلعب في المنتخب انما انا عايز اقول حتة برضو يعني لو هنتكلم على المباراة بتاعة الهلال اللي فات يعني انت بتلعب فرقة برضو مش مش فرقة يعني مش مثلا التراجي مش السنداونز حسيت من اللعيبة وده الحاجة الوحيدة اللي خدتها على الفريق ككل انه ما كانش عنده الرغبة القوية في المكسب يعني يعرف هذه نقطة مهمة قوي قوي لما يعني بيبان على اللعيبة وبان على النادي الاهلي النازل من الاول دي عايزك ساب لا هو سايب المباراة تاخد وقتها يمكن شوفنا حتى في الفترة في اخر المباراة ان الكرة ما بتبعد ما ستطلع قاوت ولا بطلع ضربة مرمى انها عايبة بتلعب برحتها كأننا اكتفينا بالتعادل وانه يخليهم يحسوا بكده ويعملوا كده احنا هنقول هل حطين في دماغهم ان نتيجة بره مع الهلال في اول مباراة بعد الاجهاد وبعد الكلام ده تبقى كويسة خوفا ان يحصل مثلا اي حاجة يجي يجون في الاخ ان بقى خسرنا يعني بنته كويسة احسن من ثلاثة وده دوري مجموعات غير رايح جاي ممكن يكون حاطين في دماغهم الكلام ده انما الفرقة الكبيرة نهوان ده كريم يعني عندها من الخبرات انها ممكن تكسب باقل مجهود او تقدر توزع مجهودها على المباراة ما ده شوفنا مع تشالسي والهلال السعودي بالظبط كده يعني يعني باستغل بقى الفرصة اللي بتيجي باستغلها ندل اهلي جالوا فرص كان ممكن يستغل واحدة من دولات خلاص الجيم تفتح او خط اللي انت عايزه طب انما انا محسيتش ان كان فيه الرغبة القوية ان انت تكسب وده في حد ذاته برضو مهنت يعني هي تجميع نقاط صحيح وكل حاجة بس ثلاثة بنت برا يفرقوا معك قوي طبعا في البداية وفي الدفعة الاولانية طبعا وفي الرسائل اللي بتديها للفرق التانية ان انت لا ده أنا جاي ده أنا بطل يعني البطولة واخدها مرتين وراء بعض وجاي ان شاء الله التالتة فحسيت فيه نوع فيه بعض بعض الترافي كده ترجمة نانسي قنقر